الخبر الاول الذي لدينا عن محمد جواني ورده على اسفر بي سان اسماعي للالمانيا فبالبدالل ما يعرف شو الي صاير ونه محمد جواني فمحمد جواني قرر ان يسافر الالمانيا سبحان الله بي سان اسماعي ونما خرر حسابه في المنضافي بعد يوم واحد بس فمحمد جواني زا علي حسابه بالله انستجرام شوية تستوريت وبهذا الستوريت كان بواحد المتابعين يقول لاه ساس تغيرت وما عارب تحكي علاهه وشو صار هلا قلت علي جواني انا ما حكيت علي احد بشو هالصفة اني انا حكيت بعد يوم واحد رح سافر انشر فيديوهات بالمانيا الكل حقلين هون بحكي اني احزل عن نادي الكل يصيرين زي عن نادي بحكي اني بدي يسوي اغنية الكل يصير يسوي اغنية وبعدني نعم انا بعدت عن كل اليوتيوب رغم اني انشر فيديوهات تخصني شخصيا وما بقيهمني اي شي اشتغل على نفسي ونقسم ربي صرت اختي اجيب سيرة الاشخاص اللي انا عملتها هي ازبالي اللي قاعد تحكي علي واتحرض علي ويعملوا قصص على ظهري وما كان يعرفوا شي اسمه ادسنس هلا صاروا لكل مشاهير وصاروا يتحدوا جواني انسيتوا ايام تعلقوا عندي في اللايبات على مداخذكم قيست وحلمنا نطلع معك انجل صرت استحيي يجيب سيرة واحد منكم لانه الغلط مني واني كان قلبي طيب بزيادة مع اشخاص بلا اصل فيقصوا محمد جواني بيسان وغيرهم الاشخاص او اليوتيوبر اللي عدنة هما انس واصالة فاصالة ننزلت على حساب بلا انستجرام شوية استوريات وبهذا الاستوريات وانت من خلالها عن تحضيرها الاغنية الجديدة فجل تكتب لي جوه انه قاعد افكر باغنية عربية جديدة وطبعا انس واصالة اسم ندني الاغنية من حوالي ثلاثة ايام فاكتبونا حبايا بالكومنتاج قيمة تحمسين الاغنية دانس واصالة جديدة وهذا توقع ان رح تنزل او لا او اليوتيوبر الثالي عدنة فهو دايلر فدايلر ننزل على حساب بلا انستجرام شوية استوريات وبهذا الاستوريات عالمي خلالها انه رح ينزل فيديو كليب وانت الجديد الفيديو كليب بعنوان فاضي رح ينزل الساعة بالاربعة على قناة دايلر باليوتيوب اكتبونا حبايا بالكومنتاج قيمة تحمسين هذه الاغنية وتلقوا ان رح تطلح حلوة او لا الخبر الثالث اللي عادنا عن متابعين بيسان وانس شايب وفضيحاتهم من سيدرا بيوتي وانصار ينشرون لها مقطع بالتيك توك واللي هو هذا المقطع واللي كان بي سيدرا بيوتيوب مجموعة من الاشخاص قاعدين يربصون ونوع المار رقص ماناتهم كان غير لاخ مثل ما قاعدين تشوفون وخاصة ان سيدرا هي اقل من 12 سنة تقريبا فالكو صاري حوط هذه الفيديوهات ويتهجم عليها وانسيدرا بيوتي اقل من 18 وعبسوا هذه الحركات ممكن تأثر على اطفال وماذا الصراحة بتبعوني يا حباي بالكومنتات اشتركوا بهذا الخبار وهل يستحق التاجم اتعرض بطلة او لا الخبر الرابع اللي عادنا عن محمد مار ورده على ليش انه فريق مرمار قاطع على اليوتيوب فمحمد مار نزع على السبب اللي انستجرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات شابيها واحد من المتابعين قاعد يقول له انه انتوا ليش قاطعين على اليوتيوب فيردع لي محمد مار قوله نفسية كثير تعبانة بعد ان نزل ستوري ثاني ويقول بالنسبة للاشخاص يقولون احنا متغيرين احنا متغيرين مجرد النفسية شوية تعبانة ولكن ان شاء الله سيرجعون لهم باسرع وقت فان شاء الله الخير يا راب وان شاء الله يرجعون لنا باسرع وقت ولتنسلوا يا حباي بتكتبونا بالكومنتات شو تتوقعون سبب القطعوة ودعون لهم يا حباي بانو يرجعون باسرع وقت الخبر الخامس اللي عادنا عن امير اللي حسين وهلي هي الخطبة او الزوجة من محمد كريم فامير نزلت على سبب الانستجرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات لنوعا ما غريبة فشابه اول حرف من اسمها اول حرف من اسم محمد كريم وشاء الله كاتبا بعدين رح تعرفوا شون القصة هذي فلتتوقعون يا حباي بانو ممكن انت اعترف له بالحب وهذي الصراحة اكتبونا يا حباي بالكومنتات شركوا بهذا الخبر وكتبونا شون توقعاتكم من هذه الرسمة وبيصل لهم صناعة المقطع حباي بطلب بسيط اه الدعم شوية نازلوا بهذا الفترة لنطلب من تحانة من الكلام فبس تحطوني لايك تشتركوا من القناة اهم شي الاشتراك اه الاشتراك صار لنا فترة مبدأ نزداد اه اتمنى تشتركوا من اكثر حساب او شي بس شعبكم فايزة وقناة من القصص ومع السلامة ومع السلامة